تتجدد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن وتتجدد معها الخروقات الحوثية في كل الجبهات وأغلب التجمعات المدنية القريبة من مناطق الاشتباك محافظة مأرب والتي سجلت مئات الخروقات الحوثية خلال الهدنة السابقة شهدت عشية إعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين هجوما بالطيران المسير على مواقع الجيش في رغوان شمالي غرب المحافظة وفي مناطق متفرقة من الجبهة الجنوبية خروقات ما تزال تسجل إلى اليوم مكدبة الإحاطة الأممية الأخيرة في مجلس الأمن رسالتي للجيادة حقنا وأقول لهم أننا ثابتين ثبوت الجبال الرواسي وأن العدو مقهور بإذن الله وأننا ثابتين ليل ونهار ولا نكل ولا نمل بإذن الله سنقهره ثاني حاجة بالنسبة للهدنة فالهدنة حق الحوثي ما بلا في الإعلام أما في أرض المعركة وفي أرض الواقع فالحوثي يرسل صواريخ ويرسل طيران مسير على المواطنين وعلى المدن وعلى البيوت وفي الجبهة شقار الحوثي ليل ونهار يؤكد أهالي مديرية رغوان صمودهم في مناطقهم رغم محاولة التهجير التي تمارسها الميليشيا بالقصف المستمر على القرى الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطيران المسير موقعة عشرات الضحايا بينهم نساء وأطفال وهي المنطقة التي تحشد إليها الميليشيات خلال شهري الهدنة السابقة أرتالا عسكرية استعدادا لهجوم جديد من مدخل مأرب الشمالي ولن يتوانى ولن يكسل أبناء رغوان ولن نكون جسر عبور إلى مأرب مهما كلفنا الثمن سنقف أمام هذه الميليشيات الشيء الثاني أنه لما وجدت الهدنة قامت الميليشيات بإطلاق الصواريخ الباليستية وإطلاق الطيران المسير وعصيبة القراء الآهلة بالسكان المدنيين حشود وتعزيزات وعمليات إغارة مستمرة للحوثيين على مواقع الجيش واستهداف بالصواريخ والمسيرات وفي المقابل ضبط للنفس وجاهزية للرد كما تؤكد القيادة العسكرية للشرعية مضت هدنة وتبعت أخرى وما تزال الميليشي الحوثية تواصل خروقاتها في محافظة مأرب على المواطنين وفي مختلف الجبهات فيما الجيش الوطني والقبائل مستعدون لأي تحركات حوثية محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث جنوب مأرب